دشنا معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه يوم أمس بمقر الأمانة العامة في القاهرة فريقا من طاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري تصميم من طاد جامعة الدول العربية الذي سيطلقه من طاد الإمارات خلال الأشهر المقبلة بهدف تعزيز روح الانتماء العربي وقال أبو الغيط خلال اللقاء أن العمل العربي المشترك هو حصاد لزرع وغرس مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه والذي يجسده في أبهى صوره الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي قدم الكثير للوطن العربي والشباب الإماراتي والعربي وفي ختام اللقاء قدم المنصور مجسم ولوحة تحليق من طاد صاحب السمو حاكم الشارقة ضمير الاتحاد في جمهورية مصر مكتبة الإسكندرية معربا عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية والقائمين عليها للثقة الكبيرة التي حظيت بها مبادرة من طاد جامعة الدول العربية اشتركوا في القناة